خوات دنيا مبادرة بحرينية مجلس يعقد جلسته اسبوعيا تتبادل فيه الحاضرات والخبرات والمهارات الحياتية بأسلوب مغاير يتبادل فيه كافة الأمور التي تعنى بتطوير المرأة بدءا بسقل شخصيتها وانتهاءا بجمالها ليحمل بذلك اسم خوات دنيا مجلس خوات دنيا فكرة اجتماعية تطوعية ويناكلنا سيدات البحرين من متطوعات ما شاء الله يبون يساعدون خواتهم ويبون يساوون دورات تدريبية او ورش تدريبية يعلمونهم فيها وينقلون خبراتهم منهم اللي ليهم ان شاء الله الميلس حك كل مرأة تطور نفسها وتشارك على الصعيد الشخصي فعندها عدة مجالات وعندها عدة ورش تقدر تشارك فيها عندنا ورشة القلينزي عندنا ورشة الكمبيوتر عندنا ورشة المكياج عندنا عدة ورش اتمنى ان كل مرأة بحرينية تشارك في هذه المجالات فكرة هذا المجلس تعود الى ذكريات الزمن القديم الذي كان يجمع نساء الحي في احدى المنازل يلتقين فيه بشكل يومي يتبادلن اطراف الحديث والمعلومات في الكثير من الامور الحياتية اما اليوم فقد تغيرت توجهات المرأة وباتت ترغب في تعلم الكثير من الامور الاخرى ابرزها التجميل والازياء اصولا الى تعلم الكمبيوتر واللغات بحكم خبرتي كميكوب ارتست حبيت ان اشارك خواتي في الميلس احنا طبعا اهني كلنا الحمد لله خوات الدنيا وكلنا صديقات وخوات وكل واحدة تعطي الثانية من خبرتها وكل واحدة تشارك الثانية في اللي تقدر تعرفها ولي تقدر تفيد في صديقاتها وخواتها طبعا اليوم طبقنا اللوك حق المكياج على العارضة والحمد لله توفقنا فيه والبنات استفادوا هاي فرصة سعيدة لان لكل واحد يعرف الشيء اللي هو ما يعرفه وان شاء الله الكل يستفيد والمجلس مفتوح طوال الاسبوع واسبشي اللي ستردي واليوم الثلاثة ينكون موجودين من الساعة السبع تقريبا لتسعة تسعة ونص نساء اليوم يؤكدنا على ان هذه الفكرة قد اتاحت لهن الفرصة لتعلم الكثير من الامور مجلس خوات الدنيا فكرته تقوم على خدمة المرأة للمرأة في كافة الامور التي تهم النساء عبر مجموعة من الافكار تقدمها مجموعة من المتطوعات كل حسب مجالها مجلس النسائي بامتياز يجمع بنات حواء بمختلف اعمارهن بهدف تطويرهن في جميع مجالات الحياة خول الجرينيز لمركز الاخبار تلفزيون البحرين